موسيقى الاخبار الاقتصادية اهلا بكم اقر محافظ صلاح الدين عمار الجبر باقاف نحو ستمائة مشروع قال انها مشاريع غير مجدية وضف الجبر ان المشاريع الستمائة المتوقفة تحتاج الى ثلاث ميزانيات مالية لاكمالها رغم انها غير مجدية للمحافظة مشيرا الى ان المحافظة اقترحت اقاف تلك المشاريع في الوقت الراهن والتوجه نحو ما سماها بالمشاريع التنموية هذا وتعاني المحافظات المنكوبة من اهمال حكومي متعمد بعد رصد مخصصات وصفت بالهزيلة ضمن الموازنة المالية دعت ناحية لعظيم الجهات الحكومية باقاف استيراد محصولي الرقي لحين انتهاء موسم الانتاج والتصدير المحلي في ديالا ومناطق اخرى وقال مدير الناحية عبدالجبار العبيدي ان الناحية بدأت بتصدير محصول الرقي ذي الجودة العالية بدأ من شهر ايار الحالي ولغاية مطلع شهر تموز المقبل محذرا من تداعيات عدم ايقاف استيراد الرقي من دول اخرى على المزارعين انخفضت مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية الى اكثر من 175 مليون دولار وذكر التقارير الصحفية ان البنك شهد خلال مزاده لبيع وشراء العمولات الاجنبية انخفاضا في مبيعاته تصل الى 175 مليون و214 174 دولار قطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار مقارنة باليوم السابق حيث بلغت مبيعات البنك 178 947 783 دولار اعلنت وزارة النفط الحالية ان صادرات العراق النفطية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت اكثر من 260 مليون برميل وقال الشركة التسويق النفط سومو ان مجموعة صادرات النفطية لعام 2021 بلغت 263 مليون و112 ألف برميل بارادات مالية بلغت 15 مليار و564 مليون دولار وبمعدل 5 مليارات و188 مليون دولار شهريا موضيحة ان معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 59 دولار و15 سنة للبرميل الواحد وصلت اسعار النفط ارتفاعها في السوق العالمية بعد انقفاض المغزونات الامريكية واعادة فتح الاسواق في الولايات المتحدة واوروبا وارتفع خام غرب تكساس الوسيط دفعة حزيران الى 66 دولارا وتسعة عشر سنة للبرميل في بورصة نيويورك التجارية فيما يراهن المستثمرون على ان الطلب المتزايد على لقاح فيروس كورونا وزيادة الحركة في الاقتصادات الرئيسة سوف يستنزف مغزونات النفط الخام ويدعم ارتفاع الاسعار قفز العجز التجاري الامريكي الى مستويات غير مسبوقة في اذار الماضي وسط تزايد كبير في الطلب المحلي وقالت وزارة التجارة الامريكية ان العجز التجاري زاد بنسبة 5.6% الى اعلى مستوى له عند 74 مليارا و400 مليون دولار في اذار الماضي بتزامن مع توقعات بان يتوسع الاقتصاد الامريكي بنسبة 7% لهذا العام مع تعافيه من تبعات جائحة كورونا وهو اسرع معدل نمو منذ اوائل الثمانينات الى اللقاء اشتركوا في القناة